الله معكم أحبي آخر تطورات الحرب بين روسية وأوكرانيا حتى ظهر 26 أبوغسطس منبلش فورا من منطقة زابوروجي تحديدا محور أوريخاف روبوتيني حيث القوات الروسية اندفعت بهجوم مضاد بالأمس كما أخبرتكم اندفعت باتجاه جنوب البلدي عبر عدة محاور طبعا الفرقة السابعة هي اللي مستلمي هذا الهجوم طبعا تشكيلاتها الهجومية الفوج 108 الفوج 56 فوج 242 مدعومين بتشكيلات من فرقة 42 عم بيحاولوا كينيسوا يتقدموا طبعا نجحت القوات الروسية بدخول جنوب البلدي إلا أنه ما قادرت توصل إلى وسطها هون الوسط حيث القوات الأوكرانية رفعة عالم الأوكرانيا على وسط البلدي طبعا ما وسط حتى اللحظة إلى هذه المنطقة عم تتغلغل بالمنازل القوات الأوكرانية مثل ما شايفين عبر هذه الأحياء يبدأ بأربع اتجاهات عم بتهاجم طبعا القوات الأوكرانية جايب التعزيزات استقدم التعزيزات إلى البلدي لوقف الزحف الروسي باتجاه روبوتيني إضافة لذلك أتقل لكم بالأمس أنه في مشكلة عند الروات الأوكرانية كان بجنوب البلدي ما عمدوا ليسحبوا الجرحة وبالتالي فعلا كان وضع الأوكران صعب بالمنطقة وانقصف عنيف سبق هذا الهجوم الروسي الكبير المعارك حتى اللحظة يعني نحكي حتى الساعة 12 ظهرا المعارك عنيفة بين القوات الروسية أو 12 إلى 4 بين القوات الروسية والأوكرانية الأوكران استغلوا هجوم الروس الفرقة السابعة باتجاه روبوتيني لشأنه هني هجوم بين فيربوفي ونوفو بروكوبيفكا على الشكل التالي هاجمت القوات الأوكرانية وعم بتهاجم حاليا بعدة اتجاهات بين فيربوفي ونوفو بروكوبيفكا فلذلك قدرت دفعت القوات الروسية للتراجع إلى خلف كانت القوات الروسية مسيطرة حتى المنطقة هون ولكن تراجعت إلى خلف الكوات الروسية قليلا طبعا في عنا كان مركبة علقت بالدفاعات المركبة الأوكرانية علقت بالدفاعات الروسية بالمنطقة هون باتجاه روبوفي القوات الروسية كانت عم تستهدف بالمسيرات بشكل كثيف تقدم الكوات الأوكرانية بالمنطقة هون طبعا كان يتقدموا بمجموعات صغيرة جدا لحتى دايما الروس أسهل عليهم يستهدفوا أو أي طرف سواء بالحروب أسهل ليستهدف مجموعات كبيرة براجمات الصواريخ والمدفعية ولكن الأوكران هاجموا بمجموعات صغيرة جدا من الجنود لحتى تعمل عمية إرباك للقوات الروسية ولكن مع ذلك الوقات الروسية كانت مصممة على استهداف ولو كان في جندي واحد لاحقا طبيعتها مجموعات من الألوي المنتشرة بالخلف وبلش تساعد ألوات الأوكرانيين اللي تقدمت طبعا المعركة صعبة المعركة سهلة أبدا ولكن ما فيناقول هون سيطرة أوكرانية طبعا ما غيرت خريطة السيطرة الأوكران مسيطرين وهم ثابتين مثل ما عم تشوفوا باللون الأصفر حيث يتواجدون أما المنطقة بين اللون الأصفر والأحمر هي منطقة رمادية الطرفين عم بيتحركوا فيها لا يهاجموا بعض أما بخصوص بعيد الاتجاهات بمحور زابوروجي أو رخاف روبوتيني فبعد المحاولات الأوكرانيين للاستهداف الألوات الروسية بين استريانكا وكوباني مستمرة الضربات باتجاه نوفو بروكوبيفكا ونوفو داريفكا ومحيطهم بعدها مستمرة من قبل الطرفين مبارزات مدفعية طوال الوقت إضافة لذلك المجموعات المختصة بالطائرات بدون طيار للطرفين عم تستهدف بالعمق بعض يعني الوقات الأوكرانية عم تستهدف الوقات الروسية بالمناطق الخلفية وولوية الروسية عم تستهدف الوقات الأوكرانية بالخلفية طبعا هذا بخصوص محور أوريخاف روبوتيني بتمنى تتابوني حتى أن هي عندنا تطورات كتير مهمة بمحور جنوب دوناتسك بعد المعارك مستمرة شفنا بالأمس محاولات من لواء سبعة وثلاثين للتقدم شرقا حتى حزام هذا الغابات بالمنطقة هون هون هذا الخط تحديدا هو حزام غابات متمرجز فيه القوات الروسية وعم تمنع فيه القوات الأوكرانية من التقدم شرقا طبعا الأصف الروسي مستمر طوال الوقت على جنوب يوروزين وستارو مايورس إضافة لذلك القوات الأوكرانية عم تقصف مناطق خلفية مسترهم لينيفكا عم تستهدف مناطق برووتيني بالمنطقة هون القوات الروسية برووتيني حشدت برجع أذكركم حشدت القوات الأوكرانية عديد من القلوي تحديدا 79 الميظليين استقدمتوا من جبهة مارينكا بكرب دوناتس إلى المنطقة هون ليخدوا فيه هجوم لاحقا باتجاه برووتيني مع القلوي اللي عم بتشوفوها هون حاجة دي طبعا الأوكران معظم منتظرين اللحظة الحاسمة اللي يهاجموا فيها على مساحة ممتدة من نوفو دوناتسك حتى برووتيني وربما حتى نوفو زلاتوبيل ولكن خاندان منتظرين شو اللي ممكن يصير بهذه الجبهة أما بخصوص معارك كراسنوريفكا ومنوفو ميخاليفكا هون فيه تعديم إعلامي عليها ما بعرف لاش ولكن هون معارك مهمة جدا القوات الروسية كده عم تستهدف القوات الأوكرانية بالخلف بيكون رخوفة أحد المستودعات إضافة لذلك بعد عمليات التأدم أو محاولات التأدم مع قصف مدفع تمهيدي للقوات الروسية على نوفو ميخاليفكا ومنوفو ميخاليفكا مستمرة هدف الأوكران الروس مثل ما تركن سابقا هو محاولة السيطرة عليهما وإنشاء حزام كبير جدا تقدر تهاجم فيه لاحقا القوات الروسية تتقدم فيه إلى الأمام ولكن ما زلنا في مراحل أولى من هذه العملية اللي وصل لها تقريبا أسبوعين هذه العملية من روح على بخمط محاولات أوكرانية مستمرة ولكن بشكل طفيف ما استخدموا أبدا بعد المجموعات الهجومية اللي عنا أنه اشتشكلت مجموعات 12 مجموعة النواء 92 و24 عيدار و57 والنواء الخامس بين كوستانتينيفكا وبيلاورا ليهاجموا فيها أندرييفكا كورزيوميفكا أوزينيفكا كيشيفكا لا هذه مجموعات حاليا متألف من الكوات الخطوط الأمامية هي اللي عم بتهاجم هذه البلدات والتجمعات حتى اللحظة ولكن بدون أي محاولات ناشحة ولكن كان في استخدام من المكثيف للمسيارات للطائرات بدون طيار بين الطرفين طبعا كان عم تحقق بعض النتائج أما بخصوص المحور هم بعد وفعال القوات الأوكرانية عم تسعى تضغط بهذا الاتجاه وبعدنا منتظرين القوات الأوكرانية تضغط باتجاه ياكوف ليفكا والأحكم باتجاه خط المداد باتجاه مليسيشيانسك باتجاه بخمت طبعا أحبب أن نتوجه إلى محور كريميناية زفاتوفو كوبيانسك عنا حبلش بكوبيانسك عنا تم نقل اللواء 13 يعني البعض سألني بالأمس وبالماضي أنا قلت أنه هل فعلا تم نقل الكوات من زابوروجي إلى كوبيانسك نعم تأكدنا أنه تم نقل اللواء 13 كان متواجد بالمنطقة هون تحديدا بالمنطقة هايدي بكرب فوديان مثل ما عم تشوفه كرب دانيبرو تم نقله إلى كوبيانسك إلى تجاه كوبيانسك يتعزيز مواقع القوات الأوكرانية ومثل عم تشوفه صالحا تقريبا عدة أيام من بعد ما هجموا الروس وسيطروا على هذه المساحات بالمنطقة هون حاولوا الروس يوقفوا هجوم ونثبتوا مواقع ولحقا ينطلقوا به هجوم فاستغلت الولايات الأوكرانية هذا التوقف لتحاول تهاجم الكوات الروسية مواقع الكوات الروسية سيطرت عليها مؤخرة وبالتالي عم نشهد هجمات طوال الوقت الوقت لمهاجمة الكوات الروسية إلا أنه ما عم تحقق أي نتيجة حتى اللحظة بمحور باتجاه كوبيانسك أما المعارك بعدها مستمرة بكسيليفكا بكوتياريفكا بإيفانيفكا إضافة لمعارك مستمرة بيينوفو سيليفكا عم نشوف الروس شنه هجمات عديدة بالمنطقة مؤخرا عم تهيئوا القوات الأوكرانية عم تحاول تستعيد أي ما كي عم تحاول تستعيد في السيطرة على طول هذا الامتداد أما محور الكريميناية فطوال الوقت بكل فيديو بكل ساعة بكل لحظة فيه هجمات دائما مستمرة من قبل القوات الأوكرانية من لواء تلاتة وستين بالمنطقة هون من اللواء سبع وستين من لواء اتنين وعربعين من لواء خمسة وتسعين ومثل ما شفنا استقدام فوج أزوف رح يشكل ممكن عامل يعني علامي فرقة لأنه وجود تعزيزات كبيرة وضخمة للويت الأوكرانيين بالمنطقة هون تلكهم سابقا رح يهاجموا باتجاه شيبي ليفكا ويحاول يسعوا الوصول يعني يحاول يقطعوا خط الامداد بين وبخموت من قدة اتجاعت يعني هذا خط الامداد بالمنطقة هون عم بيتم محاولة الهجوم عليه من رزدوريفكا من باتجاه بيريستوفي وبينلوريفكا ومن بينلوريفكا اللي بالمنطقة هون الشمالية وباتجاه ليستيانسك نفسها فاخرنا ده المنتظيم شو اللي ممكن يصير إضافة لذلك أحبيك عنا محاولات استهداف لروسية لموسكو وبالطائرات المسيرات ولكن تم اسقاطها عنا كان محاولات استهداف لمناطق بيلغوراد أيضا تم اسقاط مسيرة ولكن في مناطق نشحت فيها بيجابكينو تستهدف الوات الاوكرانية بالقذاف العنقودية المنطقة وتوقع خسائر بين المدنيين إضافة لذلك كان لدينا محاولات استهداف متفرقة طوال الليل للقوات الروسية على مواقع الكوات الاوكرانية بخيرسون بزابوروجي وبمحيط بخموت أحبيه هذا كان كل شي حتى اللحظة أي شي جديد أنا برجع بخبركم فيه طبعا بس في خبر غير مؤكد كان نحو السكاط يعني طائرتين ميك تسعة وشرين استضموا ببعض بزيتومير ولكن ما في شي مؤكد بعدنا منتظرين لنشوف إذا فعلا استضموا الطائرتين أوكرانية ببعض وشو وضع الطيارين هذا كان كل شي حتى اللحظة لا تنسوا تتابعوا القناة تعملوا لايك تشاركوا الفيديو وتدعوا أصدقائكم الانضمام إلى القناة إضافة لذلك لا تنسوا تدعم القناة ماديا التفاصيل موجودة بالوصف بديسكريبشن تبعوا الفيديو أو ممكن تكتبوا لي بتعليقات رأيك كيف ممكن ندعم القناة ماديا هذا كان كل شي مشكوري أنا محبتكم على ثقاتكم وعلى احترامكم إلى اللقاء بفيديو آخر ودعا أحبئي ترجمة نانسي قنقر